موسيقى حبينا نضوي على شغلكون لأنه أنتوا عن جد الجنود المجهولين عنا فنحن حبينا نضوي على هالنقاط لأنه أنتوا أكتر ناس بتباكم وقفين من الصبح لعاشية وأكيد كلكم عم بتعانوا من أوجاع بأسفل الظهر أعلان بالركبة فاليوم نحنا جينا لنعلمكم كيف توقفوا كيف تطقوا كيف تجيبوا الغراد من فوق لحتى ما تتعرضوا لأي شيء حنبلش نحنا الوضعيات والحركات الأكثر استخداماً أنتوا مثلاً بتبرمو كلكن أمرار بهاي الطريقة ممنوع البروم ممنوع نعمل إيبر إكستونسي عمل لورا لورا هايدي ممنوع هايدي الحركة حتى أنتوا حامل غرض حمول غرض مثلاً لكأنه بروم هايدي بيلمع الظهر فيها ممنوع إذا بدك توطي ممنوع توطي وطي بس شوي جيب غرض لك شو عمل هون سيفوز هايدي ممنوع يوطي هيك بدي يوطي ظهرو جيلز جلس ظهرك انتوا موطي بدي يكون ظهرو هيك جيل بلا هلا بعد ما عم نحكي عن الطوطاي بس كيف هلا منحكي كيف تجيبوا الغراد بدي يكون الظهر بلا ممنوع يكون الظهر في حردبه إنحنا اوكي اذا بدك تحملوا اي حمولة جيب لي شي صندوق لنحمل اي حمولة كيف انتنزل عند الحمولة فرجيني انت كيف تنزل بالغرض او بس برافو نزلتك صح اول الشي منقرب الغرض صوبنا ممنوع تنزل يكون الغرض هون مزل تجيبه هلا لأ خليه بعيد ايه هيدا الغرض وقت ليكون في عنا انحناء وطلع حملت الظهر ضرب خمسة ممنوع بدك تقرب الغرض صوبك بس تقرب الغرض صوبك بتحمله تحضن الغرض وبتطلع فيه بنحمل بإجرائينا يعني التركيز على الركب بدو يكون اوكي قرب اوكي براف ممتاز مثلا انا بدي جيب هيدا الغرض لك الجيز بيه كيف بنزلته ممنوع بدكم تشيبوا الغرض لعنتكم تعطوه وتطلعوا فيه للغرض ماشي؟ هيدا اهمة نقطة تتعلموها لاحظتوا هوني خمسة وسبعين كيلو وخمسة وعشرين كيلو الغرض اذا حملوا الطريقة غلط تقلنوا عم بيحمل العمود لفكرة ثلاثمية وخمسة وسبعين كيلو تخيلوا مرة عمرة 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 بتلاحظوش حالكم امرار تحملوا غرض صغير قل مع ظهركم هيدا نتيجة تراكمات يعني انتو ايمين غلط ايمين غلط ايمين غلط توصلوا لمرحلة ممكن تقيموا ريشة ويل مع ظهركم هيدا من ورا التراكمات اللي عم بتصير عمدتكم بهيدا الطريقة بنحمل الصندوق كمان اذا ما تحملوا صندوق مثلا شيء او عصير او صندوق خضرة او فواكة مش بتحملوا هاك وبتبرموا هيدا البرمي كمان بتعمل الام بالعمود لفكرة لازم تحملوا هاد بتبرموا كلكم سوا وبتحطو او بتساعدوا حالكم باجركم ماشي بهيد طريقة اذا عنكن حمولة بتطلعوه على الخزين بتجيبوا اسكابو او هيدا السلم الصغير او شيء ابدا ما بتعملوا هاك لانه كمان بيقدي لتمزق بالقربة او انا ننتبه للكتاف اوكا واذا عنكن حمولة بتدفشوا شيء ما تدفشوا هاك بظهركم دايما ما بده يكون قوة الدفع هو الظهر قوة الدفع بدا تكون عبر الإيدان والإجران قد ما فيكم استعملوا إجرانكم وإيديكم وصبتوا الظهر يعني الظهر لازم يكون محمي بكل الحالات إذا بتحملوا أوزان مثلا جبتوا خضرة بحملوا بالإيدتان مش بإيد وحدة هيدا بيقدي لألتباء بالعمود الفقر اللي هو بسكوليوز يعني بسرع عندكن او اس او س العمود الفقر هالإشيه انتو بتحسوها بسيطة بس هاي بتخليكن لبعدين ما تتعرضوا لعمليات كل ما طولتوا الركاب كل ما خفت ضغط على أسفل العمود الفقر وكانت ضغط بس على الركبة انتبهوا بعدين بس تعملوا هيك هيدا الحركة أبدا ما بتأذي الركب إذا شوي بالعكس بتقوي عضلات الإجران والإفخار إذا عملتوا هيك مثلا بتنزل تجيبي غرض أو مثلا تجيبي هيك أبدا ما بتأذي بس إذا نزلت كتير وأرفزت إيه أكيد طريقة الوقوف على المجلة كيف بتوقفوا على المجلة كيف بتفرم سلطة ايه مثلا هو بقف هيك عادي ضاب بإجراء ضاب بإجراء اخ ما عاش في ضغط برافو ايه بدك توسع إجراءك ايه لزوق حوضك بالمجلة في عندك خزين قدامك حاول لقي على خزيني راسك يعني مثلا بوقف هيك بهاي الطريقة أنا وبخفف ضغط عن الظهر هيك لقي كأني أنا عاقة زين هون وبخفف ضغط عن الظهر ماشي؟ إذا منك قادر كمان من وقت ثلاثتاني خزيني مجلة خزينة المجلة تحت أو طابلية أو شي من وقت ثلاثتاني بحط إجر هيك وإجر هيك كرمال كمان ما يسر عندكم فريز وتعانوا من هالقصص ونصيحة مني إلكم كل يوم بس تروحوا عالباب عالوا إجرايكم تلاتين لأربعين درجة نصف ساعة بتحموا حالكون والدورة الدموية بتشتغل مظبوط كل يوم كرمال الدورة الدموية وكرمال ما يسرفي عندنا فريز هايدي وضعية الوقوف الصحيحة يعني بس بكنتوا وقفوا كرمال هايك إلكي في فين دايما نحاول وصعوا إجرايكم هايدي الفكرة أهم شي هو لقوا يعني يا لقوا لقداموا إذا بقفين مثلا وقفات طويلة وعندكم وقفات طويلة بكنتوا تعملوا لقوا دايما لقوا ظهركن تحتى الظهر يكون مرتاح لو قفتوا ساعة بهاي الطريقة أبدا ما في واجع الشيفالية سيرفون هاي جدا مهمة ايه؟ أحسن هايك بتجلل هايك بتجلل وبصير بشي الغراض بشي الغراض وبحط بشي الغراض وبحط بشي الغراض وبحط هاي جلست ظهرك لحظت؟ لحظت كيف جلس ظهرك؟ يعني هايدي الفوزيسيون بتجلس لنا ظهرنا ومشين الغراض بطريقة سليمة بدي لكم شاغلي بس تجلوا مثلا لنقول أنا عم بجلي هون بدي حط غراض مش بحط هيك ببرون حاولوا عملوا هيك بهاي الطريقة هي صعبة شوي أول فكرة بس بعدين بتتعوضوا علايا يعني مثلا أنا بدي حمل هاي الطنجرة انتم عنكم تناجر ضخمة بحمل هاي الطنجرة وببرون بحطة بالمشاك الجلق أو مش عارفش وأخ لا مع ظهري عجل بيلمع الظهر بيجينا عندي بقولولي من الجلق لا مع ظهر شو بنعمل جلات بيجي بعمل هايك وبحطة برجع هايك حاولوا دايما استعملوا إجريكم الإجران هني أهم شي ليحموا الظهر مش كل واجع بحاجة لمسكنات وقدوية ومش معنات العلاج الفيزيقي مساج غلط انتم لتحموا حالكم دايما بكنتعملوا تمارين بالبيت بس تطروحوا يعني دايما لازم احنا نعمل بس نروح نمدد عضلات الظهر تتريح لتاني نهار تقوموا عن جد ناشطين وقدرين تشتغلوا ماشي؟ يعني مش انتم تروحوا عالبات يتعبنين منقعد كمان قاعد غلط بالبيت عشر داعي وقت الصلاة بس هاي دا اعملوا فيه تمارين تمدد يعني فيه حلول فينا نحنا نختراعها لحتى ما يوقف هاي دا الوقف اللي زمي واللي كل الوقت هيك هاي دا اكيد حتسببله عملية بعدين اكيد وحبينا نضوع الوزن كيفية حملين الحمولة مثلا انت بس تشد الا الطبخ والاكل وهيك مش تشد هيك بدك تشد تساعد كل جسمك باجراك وبايداك يعني حاول الاجران يشتغلوا مع الايدان وسبب ضهرك مجرد معاملة هاي الحركة صار في عندك ستازم مشكلة صار في عندك تشنج عضل بهايض الطريقة بتحموا حالكم من ألم أسفل العمودة الفقرية وألم الرقبة بتنتبهوا للكتاف الطالقة تده اهم شي بس يحمل وزن اهم شي علي يحمل الوزن يكون قريب إله اذا طالق مثلا دراج طويلة ما في يحمل وزن ويكون مثلا الوزن فيه جذبية عم بتشده نزول يعني يكون الوزن قريب منه قد ما فيه يحوي الوزن هو بتنتبهوا كتير على العلالي يعني انه بس بتحطوا شي لأنه بصير فيها تمزق بالأربطة للكتافة بيجي لعندي كتير تمزق بالأربطة انه علينا وصني ولنا ومعاش فينا نزلنا ايدنا او مثلا صار عنا الشي بالأربطة بتبهوا دايما يكون عندكم سلالم صغيرة تطلعوا تسنبلوا مثلا أنا مش بعلي هيك وهيك غلط حطوا اسكابور حطوا شي شغلة طبالية صغيرة بس مهم ما تطلعوا بهاي الطريقة انتوا بهمكن هاي دا التمرين تمرين دايما نقلكون بس تشيلوا وزن دايما حطوا ايديكم ورا حوضكن حطي ايديك هيك ورا حوضك مثل ورجعلا ورا قدمة فيك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة رأخ لا احدود واجعوا ما حيرجع كتير تسنط ضهرك منهم بهالطريقة المعلومات اللي اخدناها ان شاء الله منطبقها وان شاء الله بتستفيدوا وكل واحد عنده عن جد بروبلم نحنا حنساعدوا لحتى كلنا نشتغل ايد واحدة وعنجات صار نكون بالمؤسسة وايش في باتكن يا اقولولنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة